تعرف أنا يوم الأيام أحد سائقي المركبات شمر قطية بيبسي من يمي صفي هذا السلوك فسألت ليش صح قل لك يا خربانة لا قل انت شعليك انت شعليك بالضبط وراد أصلاً يتعارك ويالومان شوية يعني غلسي تطلع عدقوبة أنا كذلك هو يصير عدي قدامي هاي الحالات ستادي إحنا شنفت هذا مشمول بدلاً مشمول بس الشور رح أغرمها هذا رح أركض ورا السيارة سيارة هذا اليوم أمانة بغداد ألعف ومحافظة بغداد مع وزارة الداخلية تراح تعد كاميرات هذه الكاميرات وافق عليها رئيس وزارة وافق عليها رئيس وزارة فاستفاد منها آني كأمانة أمانة طيب بير بالك فاستادي أنا رح أستفاد من عدها يا مخرزنة هذه الكاميرات رح أستفاد من عدها رح أشكل على كل واحد يرمي القنينة أو يرمي علبة الكلينكس أو أي شيء بالشارع رح أتسجل علي مخالفة باللوحة مالتها المرورية وفق الضوابط هاي رح أخالفه على أنه أخالف الذوق العام هذا مشمول بالمخالفة وتسجل عليه مخالفة السيارة اللي قد تصل هذه المغرامة بدءا من مئة وخمسين ألف دينار الغرامة تصعد إلى حتى السجن حسب ما يرتقي القاضي شنو نوع التخريب اللي يخرب بالمال العام لأن هاي المادة اللي انت حضرتك كريتها هي رقومة ثلاثمائة وخمسة لا المادة ثلاثمائة وخمسين رقومة مئة وسبعة وتسعين حتى سجن سبع سنوات لأنه يخرب ممتلكات الدولة تذكر حضرتك من سوينا الكورنيشة أبو نؤس ثاني يوم اللي قينا الحنفية والاقلوبات هاي المبيوغات تخريب بالمال العام لولا تخريب تشويه بالذوق العام لولا هذا جزء دخل بنفس المادة مئة وسبعة وتسعين هذا إذا يلقف ويلزموه يقوم قبض عليه السجن إذا يلقف شقدين هكوم طبعا القاضي ممكن يسجن سنة وممكن يسجن سبع سنين